في موضوع آخر أعلنت الحكومة الإسبانية أن مجموعة نيسان الفاعل الياباني في قطاع صناعة السائرات قررت إغلاق وحدتها الصناعية ببرشلونة التي توفر حوالي 3000 منصب شغل مباشر و30 ألف منصب شغل غير مباشر الإغلاق قد يتم في دجمبر 2020 وقالت وزيرة الخارجية والاتحاد الأوروبي وتعاون الإسبانية قالت أن الحكومة ستبحث آليات ومقاربات من أجل الحفاظ على مناصب شغل وإيجاد بداء الأخرى وأضافت أن الحكومة قد عرضت كل أشكال الدعم والمساعدة والموكبة على المجموعة اليابانية من أجل تجنب إغلاق هذا المصنع إلا أن نيسان كان لديها مخطط جاهز يتضمن إعادة تمركز لأنشطتها بغض النظر عن الدعم الذي قد تقدمه لها الحكومات الأوروبية